المجدرون هذه باب ما هو الرجل كتبه حكم القراءة بالتلفيق يعني ماذا نعني بالتلفيق يعني مثلا عاصم يقرأ من سورة المائدة يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم فجئت أنت فقرأت هنا بقراءة نافع يخادعون الله والذين أو غيره يخادعون الله والذين أمنوا فما يخادعون إلا أنفسهم في البقرة هقد لفقت في العرب جمعت بين حرفا وما تغير معنى أو كما قلت لك تقرأ العاصم وعاصم يقرأ فأزل لهم الشيطان عنها غيره يقرأ حمزة أو غيره فأزالهما طبعا لما أقول لك عاصم حمزة أنا فقط أشير لك بما هم عليه سمي لي أبا بكر عمر عثمان أبي معاذ سالم ابن مسعود زيد بن ثابت هكذا سمي لي علي بن أبي طالب سمي الحسن بن محمد الحسين بن محمد هل لنا بأم القرآن من لسان فاطمة بنت محمد هل لي هل لي بأم القرآن على لسان الحسين بن محمد عليه الصلوات الله أتجي تقول يا رجل على فلان 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 أخي جيد لابد من السند إليهم فسموهم لنا قل لي هات لي حرفك إلى سالم مولى أبي حذيفة عمر قال لو أن سالما حي لا استخلفته النبي يقول خذوا القرآن عن سالم واحد من الأربع ها تسمي مولى من الموالي فقال فهمتم ما معنى القراءة بالتلفيق يعني عاصم يقرأ مالك يوم الدين فأنت قرأت لعاصم وقرأت ملك يوم الدين يعني اخترتها لفقتها في اللسان صحيح هذا مش يعني تظنه العم ما فيها بأس ما فيها شيء أن تقرأ مالك ملك عاصم ما غير ما ما فيش وعاصم يملك أن يردك في هذا ليس له الحرف حرف محمد عليه الصلوات الله والتلاوة لنبي الله محمد عليه الصلوات الله عمر لما لبب الرجل شو الميزان شو الشرق بيأخذ لنبي الله قرأ أم لم يقرأ فإذا به قرأ انتهى مشهيك؟ هذا الحرف أسند لنا إلى عمر إلى حكيم يعني مثلا نقرأ قل من كان عدوا لجبريل بالمحفوظ عندهم جبريل جبرائل جبرائيل أحد الصحابة يقول دخلت على نبي الله وسمعته ويتلو من كان عدوا لجبريله بفتح الجن هيا أسندت لنا صاحبا عن نبي أخي وقرأت وهي تقرأ في العشري كما يقول أربعا وجاء الحسن فقرأ ثنتيني البصري جبرائيل جبرائيل وجبرائيل جبرائيل فهذه شاذة يا أخي شاذة يا رجل جبرائيل 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 له قرأ الحسن جبرائيل ماذا فعلت؟ شاذة من بكله شاذة؟ من يملك أن يقول للرجل شاذة؟ لما كان يتلوها فيدان بها وهو الرجل ابن الجزري كان يذكر الأعمش والحسن وغيره حتى يدخل الثلاثة ثم يخرج حتى يدخل الثلاثة أبا جعفر ويعقوب وخلف ثم يخرج من شاء ويدخل من شاء هكذا وقال قرأت بها على شيوخي وشيوخي قرأوا على شيوخهم يعني مقروء يا أخي فلو كانت باطلة لما قرأتمها قال ولكن لا نقرأها في الصلاة يا رجل جيد نعم الشيطان الرجيم ولذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءات بعضها ببعض وخطأ القارئ بها في السنة قال أبو فلان جيد أنا الآن سأختصر لك هو ماذا سأقول أنا أتى بكلام مشيخه وانتهى إلى كلامه قال وأما ما لم يكن كذلك اللي هو أن يجمع حرفين يعني يلزم فيهما تغيير الإعراض يعني كما قلت لك وَكَفَلَهَا زَكَرِيَا هلأ؟ بعضهم يقرأ وَكَفَلَهَا زَكَرِيَاءُ بالهمز في قراءة وَكَفَلَهَا زَكَرِيَا فإذا اخترت وكفلها لازم تقول زَكَرِيَاءَ هكذا فهذا لازم فقال وأما ما لم يكن كذلك فإن نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية أن هذه رواية حفص فإنه لا يجوز أيضا من حيث أنه كذب يعني تقول هذه رواية حفص ثم تخالف حفص هو هذا الرجل يقول طبعا ميزاني ميزان النبي والذين معه هو بيقول هذا حقيقي وتقول ماذا قرأ حفص قول ماذا قرأ حفص التزاما أو غير التزاما إنما لا تقول هذا حفص وتكذب على الرجل من حيث أنه كذب في الرواية قال يعني لا يجوز من حيث أنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا مانع منه ولا حضر أو ولا حضرا على وجه هذا كلامي فإذا أنا كنت أقرأ قبل خمسة عشر عاما في المحارب لا أقول بالتلفيق حتى لا تختلف أقرأ بما كان أقرأ النبي والذين معه بما بلغنا عن نبي الله والذين معه فهيج الجاهل وتهيج العام ليسميه ابن الجزاري بالجواز وقد روينا في المعجم الكبير للطبراني عن النخاعي عن ابن مسعود قال ليس الخطأ أن يقرأ ببعضه في بعض اللي هي هذا بسمي التلفيق ولكن الخطأ أن يلحق به ما ليس فيه فنسألهم لما قرأ الحسن كان فيه كان في المصحف الإمام هذه مسألة مهمة أنت بالجزاري أعلم بالمصحف الإمام ولا الحسن البصري شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة